تفاؤل مبشر يظهر في الأيام الأولى من العام الجديد بنخفاض منحن الإصابات المسجلة يومياً بفيروس كورونا في ليبيا الرقم الذي كان يتناسب طردياً مع عدد العينات المعملية يسير في الاتجاه العكسي رغم ارتفاع نسبة الفحوصات 481 إصابة جديدة بكورونا أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد جاءت نتيجة إجراء فحوصات لـ 3554 عين موزعة على كافة فروع مختبرات المركز لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني أوضحت أنه تم تسجيل 237 إصابة من الحالات الموجبة في مدينة ترابلس لتتوزع بقية الإصابات على 30 مدينة ومنطقة مختلفة أيضاً تحسن الوضع الوبائي يظهر من خلال الارتفاع الملحوظ في حالات الشفاء المسجلة يومياً حيث رصدت 956 حالة الشفاء حسب البيانات الأخيرة للمركز في الوقت الذي تتوارد فيه أنباء حول تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس في البلدان المجاورة تستمر ليبيا بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية حتى مع مؤشرات التعافي وتحسن الوضع الوبائي تجنباً من العودة إلى الوراء خطوات لا تتحملها القدرات والطاقات للبنية التحتية والصحية والبشرية في ليبيا